تعلمتم سابقاً عن تصنيف العناصر وترتيبها في مجموعات الجدول الدوري ستتعلمون في هذا الفيديو كيفية تحديد عدد إلكترونات التكافؤ للعنصر الواحد وسأتحدث بالتحديد عن عناصر المجموعات الرئيسية المجموعات الرئيسية هي تلك المرقمة وفق نظام الثمانية إلى ثمانية مجموعات وهي هذه المجموعات 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A إلكترونات التكافؤ هي تلك الموجودة في مستوى الطاقة الخارجي أو الأخير للذرة دعوني أوضح علاقتها بالجدول الدوري من خلال مثال لنجد معاً عدد إلكترونات التكافؤ لعنصر الصوديوم مثلاً أولاً، اكتبوا التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم تتوزع إلكترونات ذرة الصوديوم كالآتي 1S2, 2S2, 2P6 عند هذه النقطة، تصلون إلى عنصر النيون وبالاستمرار تنتقلون إلى الدورة الثالثة أو إلى مستوى الطاقة الثالث لديكم الآن إلكترون واحد لتوزيعه فيكون هذا الإلكترون في المستوى الفرعي 3S فيصبح التوزيع الإلكتروني كاملاً كالتالي 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 عدد إلكترونات التكافؤ لأي عنصر هو عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير في هذا المثال لدى ذرة الصوديوم مستوى، مستويان، ثلاثة مستويات مستوى الطاقة الأخير لذرة الصوديوم هو المستوى الثالث وعليه فإن عدد إلكترونات التكافؤ التي تملكها ذرة الصوديوم يساوي إلكتروناً واحداً تملك ذرة الصوديوم إلكترون تكافؤ واحد ما علاقة ذلك بترتيب عنصر الصوديوم في الجدول الدوري؟ يقع عنصر الصوديوم في المجموعة الأولى من الجدول الدوري وعليه تستنتجون أن رقم المجموعة مساوى لعدد إلكترونات التكافؤ إذا أردتم معرفة عدد إلكترونات التكافؤ لعنصر ما، انظروا إلى رقم مجموعة رئيسية التي يقع فيها ذلك العنصر. هذا يجعل معرفة عدد إلكترونات التكافؤ أمراً سهلاً للغاية. لتمثيل ذرة صوديوم غير مرتبطة، اكتبوا رمز الصوديوم وهو Na مع نقطة واحدة إلى جانبه للتعبير عن إلكترون تكافؤ واحد. افعلوا الأمر ذاته لعنصر آخر. اكتبوا التوزيع الإلكتروني لذرة الكلور. التوزيع الإلكتروني للكلور هو مرة أخرى، وصلتم إلى عنصر النيون، ثم تستمرون إلى الدورة الثالثة، أو إلى مستوى الطاقة الثالث. وفيه تملؤون مدار المستوى الفرعي 3S، فيصبح لديكم 3S2. ثم تنتقلون إلى مدارات المستوى الفرعي 3P، ويوجد فيه 1، 2، 3، 4، 5 إلكترونات. إذن، عند عنصر الكلور هنا، أنتم في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. وفي المستوى الفرعي من نوع P، وفيه 5 إلكترونات، لذا أكتبوا 3P5. هذا هو التوزيع الإلكتروني لذرة الكلور. إذا أردتم معرفة عدد إلكترونات التكافؤ الخاصة بالكلور، فهو عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الأخير. في ذرة الكلور، هناك مستوى طاقة أول، ومستوى طاقة ثاني، ومستوى طاقة ثالث. إلكترونات التكافؤ هي تلك الموجودة في مستوى الطاقة الثالث. مع عدد إلكترونات التكافؤ في الكلور، عددها يساوي 2 زائد 5، ويساوي 7 إلكترونات تكافؤ. لدى الكلور، سبعة إلكترونات تكافؤ. ومن السهل معرفة ذلك من موقعي في الجدول الدوري، فهو يقع في المجموعة السابعة. تستطيعون رسم درة الكلور على النحو الآتي. اكتبوا رمز الكلور وهو CL، وارسموا إلكترونات التكافؤ حولها. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وسبعة إلكترونات. اخترت الصوديوم والكلور لأن هذين العنصرين يتفاعلان مع بعضهما البعض لإنتاج كلوريد الصوديوم. دعونا نحلل ما يحدث في هذا التفاعل باستخدام التوزيع الإلكتروني. ستفقد درة الصوديوم إلكترون التكافؤ الوحيد لديها. ينتقل هذا الإلكترون إلى مستوى الطاقة الأخير في ذرة الكلور. في ذرة الصوديوم المتعادلة الشحنة، يتساوى عدد البروتونات والإلكترونات. لكن بانتقال إلكترون التكافؤ من هنا إلى ذرة الكلور، يصبح عدد البروتونات الموجبة فيها أكبر من عدد الإلكترونات السالبة. وعليه، لو أردتم رسمة درة الصوديوم، مثلوها كآيون موجب الشحنة على النحو الآتي. يزيد عدد البروتونات عن عدد الإلكترونات بواحد، لذا أصبحت شحنة درة الصوديوم موجبة بمقدار موجب واحد. مثلوها بالرمز التالي، N-A موجب، وهو رمز آيون الصوديوم الموجب. آيون الصوديوم الموجب مستقر، والسبب في ذلك هو توزيعه الإلكتروني الناتج عن التفاعل. انظروا إلى التوزيع الإلكتروني بعد التفاعل وهو 1-S2-2-S2-2P6 لاحظوا أنه مماثل للتوزيع الإلكتروني لغاز النيون. غاز النيون هو أحد الغازات النبيلة. تعلمون أن الغازات النبيلة خاملة، والسبب في ذلك هو أن مستوى الطاقة الأخير لديها ممتلئ. وعليه فإن آيون الصوديوم الموجب مستقر، لأن لديه توزيعاً إلكترونياً مماثلاً للتوزيع الإلكتروني لغاز النابيل. ماذا عن الكلور؟ لدى الكلور سبعة إلكترونات تكافؤ في مستوى الطاقة الأخير. وهو يقع في المجموعة السابعة هنا. هذا هو الكلور في الجدول الدوري. إذا حصل الكلور على إلكتروني تكافؤ إضافي، يصبح توزيعه الإلكتروني مماثلاً لتوزيع غاز نبيل أيضاً، وهو غاز الأرغون. عند حصول ذرة كلور على إلكترون إضافي، يصبح لديها في مستوى الطاقة الفرعي 3P ستة إلكترونات، وعليه يتغير هذا التوزيع ليصبح لديها هنا 3P6 بدلاً من 3P5. كانت ذرة متعادلة الشحنة، وبعد حصولها على إلكترون أصبحت سالبة الشحنة، أو أيوناً سالباً. التوزيع الإلكتروني لأيون الكلور السالب هو 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. سأرسمه هنا. إذن، ذرة الكلور لم تعد ذرة متعادلة الشحنة. بل هي عبارة عن أيون سالب الشحنة بسبب انتقال إلكتروني التكافؤ من الصوديوم إلى مستوى الطاقة الأخير فيها. كان لديها سبعة إلكترونات في مستوى الطاقة الثالث والأخير، والآن لديها ثمانية. لاحظوا الإلكترون الذي انتقل إليها لونته باللون الأحمر للتوضيح. كانت ذرة متعادلة ولديها عدد متساون من الشحنات السالبة والموجبة. لكن الآن بعد التقاطها لهذا الإلكترون من الصوديوم، أصبحت سالبة الشحنة. وينشأ عن هذا الاختلاف في الشحنة بين أيون الصوديوم الموجب وأيون لكلور السالب انجداب كهربائي يربطهما معاً برابطة أيونية. وهذا مثال على تفاعل فيلز قلوي من المجموعة الأولى مع هالوجين من المجموعة الرئيسية السابعة. تعلمتم في فيديو سابق عن مجموعات العناصر في الجدول الدوري. تعلمتم أن هذه العناصر في المجموعة الأولى هي الفلزات القلوية، وأن لها إلكترون تكافؤ واحد في مستوى الطاقة الأخير. كما تعلمتم أن الهالوجينات تقع في المجموعة السابعة، وأن لها سبعة إلكترونات تكافؤ في مستوى الطاقة الأخير، وأن عناصر كلتا المجموعتين شديدة التفاعل. بالنظر إلى التوزيع الإلكتروني للعناصر في المثال أمامكم، تستطيعون معرفة سبب شدة نشاط هذه العناصر. فبالنسبة إلى الهالوجينات، فإن انتقال إلكترون واحد إلى مستوى الطاقة الأخير فيها يمنحها توزيعاً إلكترونياً مماثلاً لغاز النبيل. إذن، كتابة التوزيع الإلكتروني للعناصر قبل التفاعل وكتابة التوزيع الإلكتروني الناتج بعد التفاعل يساعدكم على فهم ما يحدث عند تفاعل هذه الذرات مع بعضها البعض. فقد ساعدنا رسم التوزيع الإلكتروني في هذا المثال على فهم سبب نشاط الفلزات القلوية في المجموعة واحد والهالوجينات في المجموعة سبعة. ولماذا هي عناصر شديدة التفاعل؟ كما تعلمتم في هذا الفيديو أيضاً كيف تجدون عدد إلكترونات التكافؤ لأي عنصر في الجدول الدوري وذلك بمعرفة رقم المجموعة التي ينتمي إليها. لو أردتم معرفة عدد إلكترونات التكافؤ للأكسجين مثلاً تنظرون إليه في الجدول الدوري. تجدون أنه يقع في المجموعة رقم ستة. إذن هناك ستة إلكترونات تكافؤ في مستوى الطاقة الأخير فيه. وتستطيعون رسم ذرته بهذا الشكل كما ترون.